بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء طلاب الصف الثامن الأساسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية من مجيول 2 درس قراءة Reading عندنا هون قطعة بدنا نقرأها ونجاوب الأسئلة البعديها Read the article اقرأ المقالة Article معناها مقالة Do you think writing is important؟ هل تعتقد أن الكتابة مهمة؟ Why Why not لماذا أو لماذا لا خدنا نقرأ القطعة ونحاول نفهم الأفكار والكلمات الجديدة اللي فيها قطعتنا عنوانها Writing from around the world الكتابة حول العالم من الأماكن مختلفة حول العالم People started writing thousands of years ago الناس بدأوا الكتابة قبل آلاف السنين At first They wrote records of local trade في البداية At first هم كتبوا Records of local trade يعني سجلات للتجارة المحلية يعني لما يكون فيه تجارة بيناتهم يكتبوا المعاملات تبعاتهم أو البضاعة أو الدين أو الأشياء اللي باخدوها وبتاجروا فيها هاي بداية استخدام الكتابة This kind of writing wasn't for entertaining an audience in the way stories and poems are This kind of writing هذا النوع من الكتابة اللي منقصد فيه اللي هو records of local trade يعني سجلات التجارة المحلية This kind of writing هذا النوع من الكتابة wasn't for entertaining لم يكن ليه تسليه entertaining معناها تسليه an audience اللي هم المشاهدين أو الجمهور in the way stories and poems are اللي فيها القصاص والقصائد تكون يعني بمعنى أن القصاص والقصائد بتنحكى للأودينس للجمهور من أجل التسليه وممكن لأشياء أخرى People told stories and poems for entertainment around the world before writing existed الناس أخبروا القصص أو حكوا القصص يعني أخبروا القصص and poems والقصائد for entertainment من أجل التسليه around the world حول العالم before writing existed قبل أن تكون أو تظهر الكتابة إذن كان الناس بالأول يحكوا القصص والقصائد حكي بدون كتابة من أجل التسليه Africa has a long history of storytelling أفريقيا لها تاريخ طويل في حكاية القصص أو في سرد القصص The most famous African stories are about little animals and that use their intelligence to survive against bigger animals The most famous African stories أشهر القصص الأفريقية famous معناها مشهور The most famous أشهر القصص الأفريقية are about little animals عن حيوانات صغيرة أو بسيطة that use their intelligence اللي استخدمت أو التي تستخدم ذكاءها intelligence معناها ذكاء وإنتليجنت الصفة معناها ذكي intelligent ذكي intelligence ذكاء to survive لتبقى حية تحافظ على حياتها يعني against bigger animals لتحافظ على حياتها أو إنها ظلها حية ضد حيوانات أكبر These stories were told from person to person before written copies were ever made هذه القصص كانت تخبر were told تخبر من شخص إلى شخص person to person من شخص إلى شخص قبل النسخ الكتابة يعني النسخ الكتاب were ever made قبل أن تصنع أو تعمل نسخ الكتابة يعني الأشياء المكتوبة إنها تنسخ writing was used to tell stories across the Middle East الكتابة استخدمت to tell stories لإخبار القصص لإخبار القصص across the Middle East عبر الشرق الأوسط شرق الأوسط طبعا Middle East اللي هو منطقتنا منطقة الأردن سوريا لبنان فلسطين تركيا مصر الجزيرة العربية هاي كلها المنطقة اسمها Middle East before it was used anywhere else in the world قبل أن تستخدم في أي مكان آخر في العالم some of the earliest pieces of literature came from the Middle East بعض القطع الأدبية pieces of literature بعض القطع الأدبية الأوائل المبكرة earliest pieces of literature came from the Middle East أتت أو جاءت من الشرق الأوسط يعني أنتجت أو قيلت في الشرق الأوسط These stories traveled around the world هذه القصص سافرت حول العالم هنا طبعا traveled سافرت هذه هذه لا تسافر لكن هو النوع من الكتاب الأدبية يعني تشخيص بحقوله Around the world سافرت حول العالم because the writer's skills were so impressive لأنه بسبب أو لأنه الكتاب أو مهارة أو مهارات الكتاب writer's skills مهارات الكتاب كانت كثير مثيرة للإعجاب impressive معناها مثير للإعجاب so impressive يعني مثيرة للإعجاب كثيرا طبعا زي ما بتعرفوا في قصص على الدين وقصص كثير مثل قصص ابن بطوطة وغيرة Reading stories from around the world helped writers to develop their skills by learning from each other over the centuries Reading stories قراءة القصص from around the world حول العالم ساعدت الكتاب helped writers ساعدت الكتاب to develop their skills إنهم يطوروا مهاراتهم develop معناها يطور إنهم يطوروا their skills معناها مهارات معناها مهارات يطوروا مهاراتهم من إنهم يتعلموا من بعضهم البعض from each other over the centuries عبر القرون centuries معناها قرون القرن اللي هو مئة سنة يعني مع الزمن وتناقل هذه القصص تعلموا من بعض واتطوروا الكثير من الناس many people يعتقدون believe that reading stories قراءة القصص from different times من أزمنة مختلفة أو أوقات مختلفة and places وأماكن مختلفة أيضا is a way هي طريقة of understanding لفهم وتقدير and appreciating وتقدير the variety that exists التنوع variety اللي هو التنوع أو الاختلاف that exists الذي وجده between cultures بين الثقافات يعني بنقدر نصيغ للفقرة الأخيرة بنحكي إنه الكثير من الناس بعتقدوا إنه القراءة القصص عبر الأزمنة والأماكن المختلفة ساعدت في فهم وتقدير التنوع والاختلاف بين الثقافات الموجودة عبر هذه الأماكن والأزمنة طيب أحب أقرأها مرة ثانية قراءة بدون توقف مرة ثانية قراءة كانت تقريباً للمشارك في مدينة المدينة قبل أن تستخدم أيضاً في المدينة بعض الأقل من الأقل من المدينة المدينة هذه المشاركة تتحرك إلى المدينة لأنهم للمدينة وعلى مدينة ذكاً مدينة المدينة من العالم للمدينة لتحركوا في المدينة مدينة في المدينة من الوقت العالمين وما ننسى هاي لفظها شوي وننتقل إلى حل التمارين جد هذه الكلمات في القطعة وحاول إنك تحذر أو تتوقع معناها من خلال الناس طبعا الناس أخبروا القصص والقصاد من أجل شو من أجل الدراسة ولا الفهم ولا الفن ولا المتعة طبعا في القديم كان من أجل الفن من أجل المتعة أخذناها حكيناها قبل شوي اللي معناها ذكاء والصفة حكينا منها إنتليجنت وكلافرنس هي الإجابة الصائعة كلافرنس من كلافر كلافر معناها ذكي كلافرنس معناها ذكاء الليثرتشا 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 ما معناها أدب لاين السطرة التاسع الليثرتشا الليثرتشا بوضع قديم ستونوارك طبعا هو written art يعني فن كتابي فن الكتابة number four to develop سطرة 12 أردت معناه بمعنى يطور to find, to forget, to improve يجد ولا ينزى ولا يطور improve بمعنى develop حاولوا تحفظوا الكلمات ومعانيها بالانجليزي لأنه ضروري أنه الواحد يطور المفردات اللي بعرفها وعددها ننتقل التمرين الثاني read the text again and answer these questions following the reading strategies اقرأ النص مرة أخرى answer these questions أجب عن هذه الأسئلة following باتباع the reading strategies باتباع استراتيجيات القراءة question number one what was writing first used for in the past لشو كانت تستخدم الكتابة في البداية إذا بتتذكروا وحكيناها بالفقرة الأولى اللي هي هون they wrote records for local trade من أجل المعاملات التجارية المحلية أو سجلات التجارة المحلية أنا هون حطيت الإجابة writing was first used الكتابة استخدمت أولا to keep للمحافظة أو لحفظ records of local trade من أجل حفظ السجلات التجارة المحلية question number two find two examples جد مثالين of facts and one example of an opinion from the text جد مثالين على حقائق facts and one example of opinion ومثال على رأي من النص طبعا معظم القطعة بتحكي عن حقائق كل الجمل بتحكي عن حقائق وفي بيديوز جملة واحدة بتحكي عن رأي هون خلينا نشوف أنا كتابتهم people يعني معظم الجمل بتحكي عن حقائق مثال الأول عن fact حقيقة people started writing thousands of years ago الناس بدأوا الكتابة قبل ألاف السنين وهي حقيقة جملة مش رأي مثال آخر Africa has a long history of storytelling أفريقيا لها زي يعني تاريخ طويل في سرد القصص مثال على الابينيون على الرأي هي الفقرة الأخيرة الجملة اللي بالفقرة الأخيرة many people believe that reading stories from different times طبعا عندنا كلمة believe اللي هي يعتقد هنا كلمة believe معناها يعتقد فبكون هنا هاي الجملة اوبينيون رأيي لأنه بجوز في ناس ثانين ما يعتقدوا بهذا الشيء many people believe that الكثير من الناس يعتقدون أن الكتابة أو عفوا القراءة reading stories from different times من أزمنة وأماكن مختلفة is a way of understanding and appreciating لفهم وتقدير التنوع بين الثقافات الموجودة بجوز في ناس تعتقدوا أنه هي تعمل على عمل مشاكل بين الثقافات ربما بس هنا عندنا رأي many people اللي هو موجود بالفقرة الأخيرة هون many people believe that إلى آخره ننتقل للسؤال التالي in your opinion برأيك what are some other benefits of reading stories برأيك شو في فوائد أخرى benefits معناها فوائد لقراءة القصص طبعا قراءة القصص يعني أنا بشوفه كثير حلو ومهم ومفيد reading stories improve our language ممكن نتطور لغتنا and imagination وخيالنا أو الخيال it also gives us lessons of life أيضا تعطينا دروس في الحياة تعرفوا أن القصة أحيانا تحتوي على اللي بيحكوله theme اللي هو مغزة أو درس أو عبرة ممكن نستفيدها من القصة السؤال الأخير name one famous Arab writer that you like سمي كاتب عربي مشهور اللي أنت بتحبه explain why you chose them وفسر أو قول لماذا هم يعني بالنسبة لك أنت اخترتهم في عندنا يعني من الكتاب المشهورين أيمن لعتوم أيمن لعتوم عند إبراهيم نصر الله they are poets and novelists هم هذولا بكتب قصص جميلة وشعر جميل for that reason maybe you say I love them أنا بحبهم أيمن اعتوم and إبراهيم نصر الله وهيك منكون وصلنا لها درسنا اليوم نلتق إن شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا